بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله راح نتعرف كيف نسوي تطبيقنا الأول على الأندرويد طبعاً نحن راح نستخدم الأندرويد ستوديو من جوجل الأندرويد ستوديو هو زي ما نقول المصنع اللي من خلاله راح نصنع تطبيقاتنا الخاصة بالأندرويد الآن أنا شغلت الأندرويد ستوديو راح أسوي الآن مشروع جديد المشروع الجديد هذا من خلاله راح أبرمج تطبيق على الأندرويد دخلونا نشوف كيف نسوي مشروع جديد طيب نضغط هنا على Start New Android Studio Project طبعا اسم التطبيق راح نسمي خليه My Application هنا تضع الدومين أو العنوان حق الشركة إذا عندك شركة هنا تضع المكان اللي راح يكون فيه المشروع بعد كذا نضغط على Next الآن حنا راح نمشي الأمور كما هي في خيارات كثيرة جدا جدا ما راح تطرق لها الآن راح تجاوزها وإن شاء الله في المستقبل راح أشرحها فلا تقلق على الموضوع هذا راح نمشي الأمور كما هي الآن راح نختار Empty Activity أي نافذة فارغة عشان نبدأ تطبيقنا What Next الاسم النافذة هذه Main Activity نفس الشي راح أبقي كل شي كما هو على Defaults طبعا جاهزين نشغل المشروع عساسا نسوي التطبيق طبعا لأن المرة الأولى اللي نسوي فيها مشروع ونسوي فيها تطبيق الأندرويد ستوديو بيأخذ بعض الوقت للأسف يعني على الرغم كل الفترة اللي مضت لتركيب الأندرويد ستوديو إلا أنه ما زال الأندرويد ستوديو يعني حتى بعد ما تركب الأندرويد ستوديو وتحاول تسوي مشروعك الأول بيأخذ وقت برضو عشان يسوي داولود إلى أشياء إضافية زي من تشايف قدامك وعشان يركب بعض الأشياء ويسوي بعض التحديثات الحين حنا تقريبا جاهزين بس في بعض الأشياء اللي الأندرويد ستوديو طالب أننا نركبها لأنه ما تم تركيبها هذا طبعا يطلبها منك فقط أول مشروع تسويه أول تطبيق تسويه لاحظوا أنه هو الآن عطاك إيرور زي هنا وعطاك قال لك أنه ترى اضغط هنا عشان نصحح الإيرور فأنا راح أضغط هنا على الرابط هذا ضغط عليه الآن هو جالس يسوي داولودينج لبعض الأشياء للSDK الخاصة بالأندرويد ننتظر الآن يسوي داولود للSDK الخاصة بالأندرويد أندرويد SDK بلاتفور 26 هذا هو اسمها أندرويد SDK بلاتفور 26 ليش الSDK اللي software development kit راح نشرح إن شاء الله في المستقبل ونعرف مفهومة بس الآن ما هو لازم تفهمها في أول تطبيق طيب الآن خلصنا من نسوي داولود للSDK مرة ثانية زي ما نشايف ما زال عندنا هنا مشكلة وهو طالب مننا الآن أن نسوي install للSDK tools فنفس الشي نضغط على الرابط هذا الموجود قدامنا راح الآن يسوي داولود للSDK build tools ننتظر يسوي داولود هذه اسمها الأندرويد SDK build tools أيش الأندرويد SDK build tools برضو الموضوع هذا إن شاء الله راح نتكلم عنه فيما بعد انتهينا الآن الأشياء هذه اللي سويناها عادة تنصير في أول تطبيق زي ما قلت لكم قبل في حاجة إضافية لو كنت ما نزلت الجي دي كي وإنما فقط اكتفيت بتنزيل الجي دي كي الجافران تايم انفيرومنت زي ما أني أنا وريتك في الفيديو السابق حق تنزيل أو تركيب الجافران فإنه برضو راح يقول لك أنه تحتاج هل تريد استخدام الجي دي كي اللي جاية مع الاندرويد ستوديو ففتطلع لك رسالة زي الرسائل اللي أنت شفتها بس هي ما طلعت لي هنا اللي أني أنا مركب الجي دي كي في الجهازي لكن لو كنت أنت مركب فقط الجياري راح تطلع لك رسالة تحت زي ما شفت الرسائل اللي تو فتقول له نعم اضغط عليها أنك ترغب في استخدام الجي دي كي الآن تقريبا أنت هنا قدامك الآن المشروع حقك هذه ملفات المشروع الخاصة فيك هنا موجودة زي ما أنت شايف وبرضو عندنا هنا الكود حق المشروع طبعا الكود في ملفات كثيرة هذه الملفة الرئيسة اللي يسموه المين اكتيفتي ما راح أشروعها الآن وهذه الشاشة الخاصة بالتطبيق حقك قدامك الشاشة هنا تسوي تصميم شاشات الخاصة بتطبيقك يعني هي القضية مقسمة قسمين تقريبا لما تيجي تطور تطبيقات الاندرويد عندك تصميم شاشات التطبيق نفسه وعندك برمجة التطبيق طيب بعدين إن شاء الله راح نشرح الأمور هذه خلنا الآن نحاول أن نشغل التطبيق هذا نجي هنا زي ما شايف هنا في الزر هذا تمام؟ الزر هذا وتضغط عليه عشان شغل التطبيق طيب الآن تجالس الآن يسوي إيش يقول لك أنت الآن تبغاني أشغلك تطبيق اندرويد طيب كيف أشغلك تطبيق اندرويد؟ تطبيق الاندرويد أنا الآن جالس أشتغل على ديسكتوب ما نجالس أشتغل على جوال وتطبيق الاندرويد يشتغل على جوال يقول لك عندك خيارين إما أنك تشبك جوالك بالـ USB أو أنك تستخدم حاجة نسميها المحاكي اللي هو برنامج يحاكي كأن فيه جوال قدامك فأنا طبعاً راح أستخدم اليميوليتر لأنه ممكن فيه بعض الناس اللي يشوفون الفيديو هذا ما عندهم جوال أندرويد بينما اليميوليتر هذا ممكن أي واحد يقدر يركبه فهنا أنا راح أسوي دول أركب اليميوليتر عندي اللي يسمونه Virtual Device أضغط هنا اختر أي ديبايس تبغى من الديبايس هو با ديفولت مختار لنكسس 5X فهذا محاكي لجهاز نكسس 5X اللي هو الجهاز الاندرويد نكسس اللي من جوجل نقول له نكسس نبغى نختار هذا الآن يقول لك لازم تسوي برضو داولود مرة ثانية للأي بي آي الخاصة بالنكسس 5X نقول له هنا أكسبت نكسس هاي طبعاً الأشياء كلها فقط أول مرة بعد كذا تبدأ تعدل عن مشروعك أو أنه مشروع ثاني خلاص ما عد تحتاج إلى الأشياء هذه إلا لو احتاجت تحديث لو نزلت أبي آي جديدة أو أشياء تحديثات جديدة على الاندرويد ستوديو الآن انتهى طبعاً الداولود للإميوليتر الآن اخترنا هذه نجي نقول له نيكست من هنا في بعض التفاصيل هنا ما تهمنا كثير فقط نقول له فنش الآن حنا جاهزين عندنا الفيرش والديفايس موجود هنا أو المحاكي والإميوليتر كهاز افتراضي محاكي زي الأندرويد بالضبط كأنه جوال أندرويد على جهازك طبعاً الأفضل أنك أنت يكون عندك أندرويد وتشبكه باليوس بي لكن في ناس ما عندهم أندرويد فهذه ميزته شي مجاني موجود يجي مع الأندرويد ستوديو جاهز لك حتى أنك تشغل تطبيقاتك اللي تحتاجها في الأندرويد الآن ننتظر الجوال عشان ننتظر تطبيقنا اشتغل تطبيقنا الآن أول تطبيق لنا اشتغل لحظ التطبيق موجود فيه نافذة قدامك فارغ فيها بالوسط فيها شي اسمه Hello World مكتوب Hello World أو مرحباً بالعالم طبعاً هذا تقليد مشهور جداً في البرمجة أنه أول برنامج تسويه تسميه Hello World دعونا نعدل تعديل بسيط في البرنامج عندنا هذا الحين الشاشة التصميم قدامنا هذه الشاشة قدامنا اللي لازم تكون أنت مختار الملف activitymain.xml اللي فيه تصميم شاشة تطبيق حقنا نبغى نختار الآن مربع الناس هذا Hello World ونبغى نسوي حاجة بسيطة جداً نبغى نغير نأجي هنا للتكست تمام؟ ونغير بدل ما هو مكتوب Hello World نكتب العربي مرحباً بالعالم مضبوط أو مرحباً بك قلنا نقول مرحباً بك تمام؟ الآن كتبناها بكل بساطة الآن نروح طبعاً نضغط enter زينا زينا لاحظ الآن تغيرت الشاشة قدامنا صار مكتوب مرحباً بك زينا خلونا نشغلها الآن نحن نبغى الآن نبغى تطبيقنا يكون مكتوب فيه هنا مرحباً بك نروح هنا مرة ثانية نشغل التطبيق لاحظ الآن بدأ يشغل التطبيق من جديد يا سلام صار مكتوب قدامنا مرحباً بك قدرنا نسوي تطبيق بسيط جداً تطبيق Hello World أو مرحباً بالعالم أو مرحباً بك تطبيق أندرويد بسيط جداً إذا واجهتك أي مشاكل أحاول أحاول أسأل في الإنترنت طبيعي جداً هذه أول مرة تشغل فيها بيئة ومصنع للتطبيقات فطبيعي جداً جداً نشيك مشاكل في البداية لازم تصبر وتجرب وتحاول وتسأل في الإنترنت اكتب أسألتك تحت الفيديو هذا إذا تقدر وإن شاء الله نحاول نجاوب أسألتك ترجمة نانسي قنقر